اشتركوا في القناة نقبل إن شاء الله ما وصلنا إليه من شرح العقيدة المباركة الطحاوية حيث وصلنا إلى قول المؤلف عن الكلام عن الحوض بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أخلص النوايا لله تعالى قال المؤلف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق نؤمن بالحوض والأحواض لكل نبي حوض والحوض مكان مجمع للماء يكون بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة وقال بعض العلماء قبل عبور الصراط يعني قولاني وشيخنا رحمه الله وكثير من العلماء كانوا يميلون إلى أنه بعد عبور الصراط يعني الشرب من الحوض يكون بعد عبور الصراط الشرح أنه يجب الإيمان بالحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة ولا يشعرون بعد ذلك بالظماء أي أن الله تبارك وتعالى أعد الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكبر الأحواض لكل نبي حوض أكبرهم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر هكذا قال الله وهو نهر الكوثر نهر في الجنة يصب ماءه خارج الجنة في الحوض إنقاذا لمن كان عطشا من أمته في القيامة يعني من كان على العطش وشرب منه لا يصيبه ولا يلحقه بعد ذلك عطش فإن من شرب منه لا يضمأ بعد ذلك وأما من لم يكن أصابه عطش وهم الأطقياء الذين لا يتأثرون بحر الشمس على أرض المحشر ولا دخلوا جهنم مدة ثم خرجوا منها فهؤلاء فإنما يشربون تلززا من الحوض وبعد ذلك كل المسلمين في الجنة يشربون تلززا وتنعما لا عطشا وقوله غياثا لأمته أي مغوثة لهم وهو ننتبه أحبابي فإذا كان المطر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غيثا مغيثا وهذا الإمام الطحاوي يقول عن الحوض غياثا لأمته فيجوز يا أحباب أن نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوسل به أن نستعين به هذا ليس شركا ليس عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام بل النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب وخالق الأسباب والمسببات هو الله تعالى قوله غياثا لأمته أي مغوثة لهم وإنما قال غياثا لأمته لأن الناس عندما يشتد عطشهم عندما تدن الشمس منهم ويعظم كربهم فيمرون عليه يكون غياثا عند مساس الحاجة في كربات الموقف يوم القيامة فلذلك أحباب الواحد يدعو ويقول اللهم اسقنا من حوض نبيك المحمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا قال المؤلف رحمه الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار نؤمن بالشفاعة والشفعاء كالملائكة والأنبياء وشهداء المعركة والعلماء العاملين والطفل الصغير يشفع لأبويه المسلمين يوم القيامة الشفاعة نؤمن بها نبينا يشفع عليه الصلاة والسلام ويشفع لعدد كبير من أمته لكن كل الشفعاء ولا واحد من الشفعاء يشفع لغير المسلم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لذلك النبي نؤمن بأنه يشفع كما قال الطحاوي رحمه الله الشرح يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لماذا قال ادخرها لأن النبي خير عليه الصلاة والسلام بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة قال فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأوفى صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ومعنى الشفاعة سؤال الخير من الله تبارك وتعالى لمن؟ للأمة أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب يوم القيامة من ربه إنقاذ خلق كثير من أمته من النار قسمان قسم يطلب لهم أن لا يدخلوا النار بالمرة وقسم بعد دخولهم النار وقبل أن تنتهي المدة التي يستحقون لذلك قال شيخنا رحمه الله بعد أن دخلوها يعني بعد أن دخلوا النار لبعضهم وبعدم دخولها لبعض آخرين والله يرحم بعض العباد فلا يعذبهم بمحض رحمته يعفو عنهم من غير شفاعة شافع الله يرحمنا برحمته الواسعة والذي خص به نبينا عليه الصلاة والسلام من الشفاعة هو الكثرة التي لا تحصل لغيره من الأنبياء حتى على أرض المحشر أوتي الشفاعة العظمى هذه التي تكون لأمته وغير أمته انتبهوا للمسلمين لا يشفع للكافر وإنما يكون الناس على أرض المحشر وتدن الشمس من رؤوس العباد ويغرق بعض الناس بالعرق وبعضهم دون ذلك وأناس يعفو الله عنهم أو ينجيهم من حر الشمس فيكونون في ظل العرش يأتي الناس إلى الأنبياء ويسألونهم الشفاعة كل نبي يبين أنه لم يعطى هذا النوع من الشفاعة لا أنه لا يشفع بالمرة حتى يأتي الناس نبينا فيسألونه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي ما أرحمك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم نعم هنا يا أحباب ينتقل الناس من موقف إلى موقف بشفاعة رسول الله ولكن لا يعني أنه خفف على الكفار إنما الكافر انتقل من عذاب إلى عذاب من نوع آخر أجارنا الله وليس المراد أن من سواه من الأنبياء لا يشفعون بل الشفاعة لهم ثابتة وانتبهوا لا يقال إن الله يشفع يقال الله يقبل شفاعة الشفعاء كالأنبياء لا يقال عنه يشفع لأن الشفاعة الطلب من الغير والله تعالى لا يحتاج إلى غيره ولا يرجو شيئا من أحد تبارك وتعالى قال الطحاوي رضي الله عنه والميساق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق هناك ميساقان ميساق أخذ على الأنبياء خاص وميساق على كل ذرية آدم عليه السلام الشرح أن الميساق العهد يعني الذي أخذه الله على آدم هو الميساق الذي شمل الأنبياء كل الأنبياء أعطوا الميساق والعهد أنهم إن أدركوا نبينا أن يؤمنوا به وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ كَوَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بِأْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غليظا عظيما أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم وهم أخذوا العهود على أممهم إن أدركوا محمدا أن يؤمنوا به أما الميساق العام والذي أخذ على ذرية آدم كان في نعمان الأراك في عرفات في الحجاز حين نزل آدم من الجنة كانت الأرواح أرواح ذريته خلقت قبل الأجساد فأخرجت أرواح ذرية آدم من ظهر آدم على صورتهم البشرية يعني بالصورة التي سيكون عليها الإنسان على حجم النمل الأحمر الصغير لا على صورة النمل حجم النمل لكن بصورة إنسان واستنطقهم الله نادى الملك بأمر من الله ألست بربكم يعني يقول الله لكم ألست بربكم قالوا بلى كل الأرواح اعترفوا حتى الكفار حتى الأنبياء كانوا بينهم كلهم اعترفوا يقول أما الميساق الذي أخذ من ذرية آدم عليه السلام فهو ما ذكره الله تعالى بقوله في صورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أُخِذَ الْعَهْدُ عَلَى كُلِّ الْأَرْوَاحِ أما الجمع من ظهورهم فاختلف المفسرون بعضهم قال كل واحد أخرج من ظهره يعني أولاد آدم أخرجوا من آدم ثم أولادهم أخرجت ذريتهم من ظهورهم وهكذا إلى يوم القيامة وبعضهم قال أخرجوا كلهم من ظهر آدم ونسب هذا إليهم لأنهم كلهم ذريته صلى الله عليه وسلم فهو أبو البشر هذا اليوم الذي عرف بألست بربكم أو يوم ألست بربكم يعني حين أمر الله الملك أن ينادي في الناس كلهم سمعوا لكن لما تنفخ الروح في الإنسان ينسى وهذا الميثاق أي العهد هو اعترافهم بعد أن استخرجهم من ظهر آدم بعدما نزل إلى الأرض آدم عليه السلام فصورهم الله على الصورة التي يكونون عليها وخلق فيهم المعرفة والإدراك والسمع بأنه اعترفوا لا إله لهم إلا الله فجميع ذرية آدم اعترفوا ذلك اليوم حتى عندنا أهل لبنان إذا أرادوا أن يذكروا شيئا قديما يقولون يوم أنست يعني هم يحرفون اللفظة يريدون القدم هذا عرف في القرآن بهذا يوم ألست بربكم يعني الذي قيل فيه للأرواح وهذا كان قبل أن يخلق باقي البشر وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة لا يزيد ولا ينقص وعدد من يدخل النار جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ثم قال رحمه الله وكل ميسر لما خلق له يا أحباب هذا جزء من حديث وكل ميسر لما خلق له الله إذا أراد بالعبد خيرا يسر له أسبابه وإذا أراد بالعبد شرا يسر الله أسبابه الله يسر لي ولكم الخير حيثما توجهنا الشرح أن الجملة الأولى التي فيها بيان إحاطة علم الله بمن يدخل الجنة تفصيلا نحن نقول بالتفصيل الأعمال جملة وتفصيلا والأعداد أحاط الله بها علما وبعدد من يدخل النار تفصيلا ما يحصد لهم من عذاب وأعداد أهل النار أحاط الله بها علما بيان لسعة علم الله تبارك وتعالى فالله أحاط بكل شيء علما وأن علم الله لا يقدر بمعلوم الخلائق وحسما لمادة الشك في القضاء والقدر من الضعفة يعني الذين هم ضعفت الأفهام دفعا لتلبيس أوهام القدرية يعني المعتزلة على العوام حيث قالوا كيف يعذب الله ما قضاه وقدره فبين رحمه الله أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ما يؤيد ذلك رضي الله عنه وأرضاه فقال رحمه الله ومعنى ذلك أن الله علم عدد من يدخل الجنة أنهم يؤمنون ويطيعون عن اختيار وإيسار يعني الله تعالى أعطاهم العقل أعطاهم أنهم وصلتهم الدعوة فإذا فعلوا باختيارهم لا عن اضطرار بإرادة فيكتب لهم أو عليهم وعلم عدد من يدخل النار أنهم يكفرون ويخالفون أوامره عن اختيار منهم عند وجودهم وكونهم بصفة البلوغ والعقل فلا يستوجبون النار عن جبر والطرار انتبهوا يا أحباب نقول من كان دون البلوغ رفع القلم عنه من كان غير عاقل لا يكتب عليه من كان لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يعذب طيب فلما أفعل ما كان باختياري وأنا بالغ عاقل مكلف وصلتني دعوة الإسلام فإن فعلت الخير لي وإن فعلت الشر علي والله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وما ربك بظلام للعبيد هكذا الرد بهذه الطريقة هذا اعتقاد المسلمين فيستحيل أن لا يعلم الله ما يكون من مخلوقاته قبل وجودهم لماذا هذا جهل الذي يكون يجهل أمورا لا يكون إلها إذا كجهل والجهل في حق القديم الأزلي وهو الله وحده محال أي مستحيل عقلا وشرعا فثبت سبق علمه في الأزل علم الله في الأزل شاء في الأزل قدر في الأزل بما يكون من مخلوقاته أما قول المؤلف الطحاوي وكل ميسر لما خلق له هذا لفظ حديث مشهور صحيح الإسناد رواه أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وغيرهما والمعنى أنه من قدر أنه من أهل الجنة قدر له ما يقربه إليها يعني من قول وعمل ونية ووفق لذلك الله يوفقنا للخير ومن قدر أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك فأتى بأعمال أهل النار وأصر عليها حتى طوى عليه صحيفة عمره وهو على الكفر والعياذ بالله يا أحباب بين أكثر الإمام الطحاوي بهذا اللفظ قال والأعمال بالخواتيم ما معناها؟ يعني الجزاء يكون يوم القيامة على ما يختم به للعبد من العمل فإن كان عاصيا وتاب توبة صحيحة مقبولة لا يجد هذا في صحيفة أعماله إن كان كافرا وتشهد الإسلام يهدم ما قبله إن كان ارتد ثم عاد للإسلام هذا محى عنه كفره ويلزبه أن يتوب عن المعاصي بحسب حاله وإن كان مسلما وكفر ومات على الكفر لا يجد حسنة يوم القيامة وإن عاش كافرا ومات كافرا لا يجد حسنة يوم القيامة العبرة بالخواتيم ما يختم به للعبد من العمل فمن ختم له بعمل أهل السعادة فهو سعيد كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وزوجات النبي المبشرات بالجنة الطاهرات البارات وأهل بدر والحديبية وأهل أحد ومن ختم له بعمل أهل الشقاوة يعني الكفار ختم له على الكفر فهو شقي يعني كافر فمن عاش كافرا ثم أسلم ومات على عمل أهل الجنة فهو يجازى بما ختم له به يعني محى إسلامه كفره ومن كان على عكس ذلك فيجازى بحسب ما ختم له به والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء الله تعالى أن السعيد من خلق الله تبارك وتعالى فيه الإيمان لا طريق للنجاة إلا بالإسلام فالإيمان هي السعادة من يخلق فيه الإيمان والطاعة فجرى ذلك على يده ومات عليه هذا السعيد والشقي من خلق الله تبارك وتعالى فيه الشر فأجراه على يده أي الكفر أشد الشرور ومات عليه فهذا العبرة بالخواتيم ختم الله لي ولكم بالحسنة وجمعنا الله تعالى مع حبيبه محمد أختم لكم بقصة حصلت فيها عبرة يحكى عن رجل كان على الإسلام وأحب امرأة كافرة فطلبها للزواج ومنع ورفض فلما كان على فراش الموت يحتضر حزن كثيرا على أنه لم يعطى هذه المرأة فجاء صديقه يزوره ماذا قال لصديقه انظروا يا أحباب العبرة بالخاتمة قال أخاف أن أموت على الإسلام وتموت هي على الكفر ولا نلتقي يوم القيامة سأدخل في دينها والعياذ بالله ومات مات على غير الإسلام العبرة بالخاتمة صديقه تعجب وذهب ليخبرها أنه مات فوجدها أيضا تحتضر على فراش الموت فدخل عليها فقالت أخاف أن أموت على الكفر ويموت على الإيمان ولا نلتقي يوم القيامة سأدخل في دينه ونتقط بمفتاح الإسلام قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وماتت ربحت الآخرة وهو خسر الدنيا والآخرة ثبتني الله وإياكم على الإسلام والإيمان ورزقنا كمال الإيمان وختم الله لي ولكم بالحسن آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة